السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك اصحابي عاملين ايه? انا احمد شيطو. من هده ان شاء الله اطلع اتكلم معكم على واحد من اجمل وافضل واخف واسرع البرامج اللي ما هكم تثبت عندك على الكمبيوتر. عشان تحققلك في الاخر ان تتحط فيديو والبيبر عندك على الكمبيوتر. برنامج ده بصراحة ممتاز. انا كنت سمع قبل كده وشرحت يعني برنامجين. اللي هو المشهورين جدا يعني هيظهر لكم شكلوه متواتي قدامكو على الشاشة. بس البرامج دي بالرغم من ان هي شغالة كويس جدا بس ساعات في اجهزة بتبقى ضعيفة ما بتشتغلش عليها بكفاءة. او في ناس يعني بتفضل طولك انا اصلا عندي رمات تاتة جيجا اربعة جيجا يعني. فعلى السلطة البرنامج زي ده ياخدلي من رمات كتير ليه? فالبرنامج اللي معي النهاردة ممس له يا جماعة ان هو بيشتغل يعني عايز اتنين جيجا ده امان بس. هو مش هياخر اتنين جيجا رمات. بس سويا انا اصد ان هو بيشتغل على جهاز لو حتى رماته اتنين جيجا. ولو يعني ازا ما نشوف مع بعض النهاردة يعني هو بيحتاج موارد ضعيفة جدا جدا جدا. وده اللي شجعني وخليني نطلع عامل عنه حلقة. كل ده اكتر في حياتنا رضا ان شاء الله. بس اكيد لو انت مهتم ما ترقلش على بلايك كومنت جميع زيك كده. اشترك في القناة انت مش مشترك. بيلا بينا عالشرح يا شباب. اه طب يا شباب انا اترو بعد الانترو. كالعادة نخش احطف عن دول الحلقة. كالعادة انا سيدوكم طبعا اللينك مباشر على الميديا فير برنامج حتى لو تاخدوا بالكم يا جماعة مساحتو تلاتة ميجا بايت وشوية وتسعة من عشر. هنقول مساعة ميجا بايت. اللي هو كلام فاضي. يعني بتخليني برنامج مساحتو ربعة ميجا بايت. مهم بعد ما هتحمل البرنامج هنزل معاك بشكل مضغوط. الشكل اللي هنا ده كده. هنفكر دقته عادي خالص. كليك المين. وهن ايه? هنقول لك ساك تهيرة هو. هتطلب معنا بي الشكل ده. طبعا ضب الكليك عليه تصيب بتاعه عادي جدا يعني. هتقول له هنا ايه 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 انا مكن بس نمسطبه قبل كده فهقول له ماشي. هستطبع معكم تاني يعني. فهقول له كده تمام. طيب. قد يا جماعة وجهة البرنامج معنا هي. طيب. اه سريعا كده اه انت هنا موكم ميزهر لكش بس فاهمين. موكم هنا ما يظهر لكش ايه وبي ايه وبي ده لان انا عندي شاشتين. فانا عندي شالية بي ديت لو ده اخبالكو هنا بي ظهرت لكو هنا ايه. والايه ظهر عندي عشات تانية. فانت عندك انت اه لو انت عندك الشهة واحدة هيبقى ظهر لك الشهة واحدة بس هنا كده. فانا بس بفاهمكم يعني انا اللي عندي هنا ايه وبي ده اول حاجة طيب. اول يختار له ده ده لازمته ايه او نام بي ايه. ده لو انت عندك مجموعة من الخلفيات وعايز تبدل بينها او البرنامج يبدل بينها تلقائي بتعملهم منهم. انا يعني في البرنامج هنا برضو في حاجة حلوة جدا انت لو ضغطت على اللينك ده بصوا ضغطنا على اللينك ده كده. هيفتع لك صفحة خاصة بالموقع بتاع البرنامج. والصفحة دي مليانة فيديوهات جميلة جدا. يعني حتى الجودات بتاعتها بتوصل لفور كي. انا منزل منه مسا بتاع تمن او تسع فيديوهات عشان اواردكم برضو الجودة بتاعته. انت لو دخلت هنا بس على هتلاقي هنا بقى بسوم لك اللي هو الانمي مش عارف ايه حاجات كده جدا. موكم تنزل منها. وهنا طبعا لو انت عايز تختار معين فور كي. الكلام ده كله. طب مسلا نشوف اي خلفية كده نحملها مع بعض. لو فرضنا خلفية زي دي مسلا اللي فورشنا دي عطول. نضغط عليها كده. هيجي هنا يقول لك والله هي الخلفية دات مسلا في منها فور كي وفي منها للموبايل. كمان انت ما كنت نزل الموبايل. بس معينة الموبايل اضغط انا على دون لود. عادية تحملها وعندك هنا على الديسكو توب ولا حاجة. انا هرميها في اللي هو انا حامل اللي انا حاطت فيه اصلا الخلفيات. اهوة. هرميها هنا كده. واقول له اصدر دون لود. خص نزلت معايا. فالموقع ده جميل جدا. انصحكم احملوا منه خلفات زي ما انتم عايزين. انا بنزل منه خلفات كتيرة هنا اوة زي ما بقول لكم. الخلفات دي كلها انا بنزلها منه. اللي هي الخلفات دي. ودي الخلفات طبعا اللي احنا لسه منزلنا حالا فين? اهيت. دي اللي احنا لسه منزلنا حالا. شبن الكواتة هعمل ازاي هورالكو طبعا دلوقتي. طيب. عشان ما انت قولش كتير في الموضوع. ادي اول اخترار لهو. ده هتيجي انت هنا على البروز دي اضغط عليها كده. وهتيجي عندك هنا مسلا على ديس كتوب او شوف انت حاطت الفولدر فين انت اعمل الفولدر عندك وسميه باي اسم مسلا براحتك وحط فيه خلفات اللي موجودة عندك دي. انا مسلا الفولدر اللي عندي لهو ده انا عامل وسميته بالاسم ده. وحطيت فيه الخلفات دي. هتقف على كده متخشش جواه. او بس على كده وهتقول له هنا بيجي هنا بيقول لك بقى انت عايز هنا يعني ابدل لك بين الخلفات كل قد ايه. فهنا ممكن تقول له مسلا والله بقى بتدلي كل تاتين ثانية او دقيقة او خمس دقيقة او ايا كان يعني او ايا دي. فهنخليها مسلا تاتين ثانية. طيب الفيديو دي دي لو ان فيه ساعة بقى فيه فيديوهات بيبقى ليها اه صوت. فهنا لو ليها صوت مسلا ممكن تحكم في الصوت بتاع الاغنية. ماشي? هنا ده 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 ده. ده ده لكم لما نطبق طبعا دلوقتي ان الفيديو اخليه يتحرك بباطن. هوريكو زي دلوقتي. ان طبعا اشنشغل الكلام ده كله هتقول له هنا اضغط هنا كده. هتلاقي اشتغلت معين ها هو. وبرضو كهينها كمان في الاشياء التانية بس هي مش بين لكم انتم في التسجيل يعني. اشياء التانية برضو كهينة طبق لي الخلفية التانية كمان. بس معلين معلين من الشياء التانية. هنا مسلا هي دي اول خلفية. زي ما قلت لكم هنا ده بصوا هنا دي مسلا سرعة اه حركة الخلفية او. بصوا انا لو عملت كده مسلا بصت لها بقت بتحرك بطيء ازاي? تم بقت حركتها بقت بطيئة. فهو المفروض ان هو كل تعتين ثانية هيغير الخلفية. طيب ده كده مفروض معنا خلاص اول اختيار. نشوف مسلا اختار تاني اللي هو اد فيديو بس هنوقف بس اللي هو ده من هنا كده. هنيجي هنا على اد فيديو. اد فيديو ده بقى وظيفته ايه? ابدائم برضو زي ما قلت لكم وهنا جايب لي ومنوتر بي ومنوتر ايه? اللي هو لان انا عندي شاشتين. بس انت يعيب عندك شوعة زي ما اد فيديو ده زفته ايه? ده لو انا عندي فيديو واحد كده محدد هو ده بس اللي عايز احطه فيديو فهو من هنا. فهنا افتقد مسلا هنيجي هنا على كده وهنيجي على الفرد اللي عندي ده وهنختار مسلا خلفية زي دي. اه دي الطبقة ايه? طيب انا كده بقول له انا عايز الخلفية دي بس تبقى هي اللي موجودة. وطبعا هنا في برضو هنا في فيديو دي خليوها بصو يعني انا مش عارف بصراحة الفرق بينها قوي بس عماتك خلوها زي ما هي كفر زي ما هي يعني. دي برضو كنا انت بكون تحكم في اللي هو اه الطول بتاع الخلفية العرض بتاعها وكام تقول اصيبكم كل حاجة زي ما هي. دي لو انت عايز تسود الشاشة بصوا يعني ما عارفش هتقول لكم في التسجيل ولا اه بس غالبها تقبين يعني ان شاء الله. بس انا كده المفوض ان انا بعمال اغمأ في الشاشة بتاعته. هنا برضو كالفيديو ده زي ما قلنا لو الفيديو ليه الصوت او حاجة. وبردو كنا الحركة بتاعتها. هنا مثلا دي مثلا السرعة بتاعتها هنا هي. بصوا لو انا مثلا بطقت كده هتلاقي الحركة هنا بقت بطيئة جدا. دي بتحكم انت في السرعة بتاعتها. طيب ده كده كان بالنسبة لاختار التاني اللي هو اد فيديو. اد ميوزيك ده لو انت عايز تحط الموسيقى انت بقى من عندك للفيديو. يعني انت تعطي الفيديو شغالة هو ما فيش عليه اي موسيقى ولا اي حاجة. طيب لو فرضنا ان انا عايز احط اغنية عليه او موسيقى. لو فرضنا مسلا سريعا كده. هنيجي مسلا ده في موسيقى عندي هنا هوا. هنقف على مسلا الموسيقى دي فرضا هنختار الموسيقى دي مسلا. والقول لنا كده اوبن. الموسيقى فرض انها شغالة هيت. حتى ده صوتها هوا. فده يعني لو انت حايف تحط موسيقى على الفيديو اللي عندك. وهنا اللي هو ده اللي هو بتاع ده بيقولك انت هنا لو شغلت حاجة تانية. لو شغلت مسلا ملف في مش عندك شغل فيلم او فيديو او حاجة. فالموسيقى اللي على الفيديو ده تقف. اللي هي اللي على الفيديو انت حطه حالا. اللي هو الويل بيبر دي. اللي حطنا دي مسلا يعليها موسيقى. فلو انت شغلت فيلم ولا حاجة كده الاتنين هيخش موسيقى تخش بعض الاتنين. فلا انت ممكن تعلم على ده فتقول له ايه? ان انت توقف الموسيقى اللي على الخلفية ديت لو انا شغلت حاجة تانية يعني. طيب هنا مسلا بالنسبة لبليلست بليلست دي مرضو كان هنا جايب لي اي و بي اللي انزم اتركوا انا عندي شاشتين معيش انا كل مرة بوضح دي عشان بس لو في حد ممكن يتلغبط ويبقى عنده الاشرات دي مختلفة ولو عندك شاة تالتة هيبقى فالبليلست دي هنا لو انا عايز احدد مسلا اربع خمس خلفيات معينين ويشتغلوا بترتيب معين فانا ممكن مسلا اقول له على اللي هو البي البي دي لالشاديات مسلا هاجي على البي اضغط هنا كده فيديو وااجه في البراؤز هنا كده مسلا قد دي property hanging out لازم اضغط على ال digital تمام? هاجي مسلا بعد كده برضو هنا في ال display هي اختار مثلا فيديو زي ده واقول له هنا كده اقول له هنا برضو ارو زود حاجية تالتة كمان مثلا دي فزاويد واحتلت هنا هنزل تحت برضو على البي وهو اختر هنا في البراؤز مسلا واقول له هاتب لي ايه? مسلا دي ماشي واقول له هنا كده حاجي بس لشي هانو strumيش اجينا في الاد فيديو واقفلها من هنا كده. طيب. هجينا كده في البليلست. وهنا برضو زي ما انتم شايفين. انا موكم اقول له هنا برضو كل تاتين ثانية غير. واحترم برضو كل وقت زي ما انا عايز يعني. واقول له هنا اهلا خبارنا. ادي اول واحدة معي هنا هي. بعد تاتين ثانية الخلفية التانية هتخش بعدها. وهكذا والتالتة وهكذا. فده كان الاخترار بتادي له بتاع او الاخترار الرابع. هنا مسلا اخيرا بقى هنا بيقول لك مسلا لازم تعلم على الاول ده. الاول اخترار ده. هو طبعا كده كده اهلا متاكتف لاحده. انت برضو لو مش اهلا يعلم انت. ده اللي هو عشان البرنمج يشتغل معك. انت بتايده الكمبيوتر. ايده الكمبيوتر بلنامج يشتغل معك طلقات. طيب والاخترار التاني ده مهم جدا برضو. هو مش اهلا متاكتف معاك اكتف انا. ده انا بيخصير كده بيقول لك ايه بيقول لك لو انت. لو اشوف الخلفيةrendت بعدتين سنة غيرت ازاي جماعة? المهم اخترار التاني ده بيقول لك هنا ايه بيقول لك لو انت يعني موارد الجهاز بتاعتك مستخدمة في حاجة تانية او يعني فيه ضغط على الجهاز عندك والبرستور مسلا متاخد منه كتير انت مثلا بتعمل منتاج لحاجة او بتعمل اي حاجة تانية والبرستور شغال في حتة تانية يعني فهو يوقف الخلفية المتحركة دي عشان يعني يساعد الجهاز ان هو ياخد البرستور والموارد والريمات وكده في الحاجة التانية اللي هو بيعملها. اظن الفكرة وصلة يعني. في مسلا هنا دي يعني معينة منها برضو دي لو انت عامل موسيقى والكلام ده كله معينة منها يعني. هنا الابوت ابوت ده هنا هو سمقولت لك يا جماعة بقى دي بقى يعني اهم حاجة انا حبيت عشان هنا كده اشرح البرناق دوات انه لو اخبنا بيشتغل مسلا من الاول ويندوز تمانية بوينت وان وانت طالع. لاسف مششتغل من ويندوز سبعة. بصوا بيحتاج بروستور يكون بس المعالج يعني التردد بتاع واحد جيجا هرتز. اللي هو ده كلام يا جماعة يعني حاجة ضعيفة جدا. الرمات يكون بس عايز جهاز يكون فيه اقل حاجة رمات اتنين جيجا. ويكون طبعا ايه الكرشة عندك بيدعم دارة اكس اه تسعة او متثبت عندك على الكمبيوتر يعني. بقى بس يا جماعة ده كان البنات بتاعي معي النهاردة. انا هستيبه لانك تحميله في صندوق الوصف. كالعادة لو استفدت مني حاجة ما تبخلش عليا بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك فاظر غرز ويبس كده اشبه. سيلي